بعد تنصيبها رسميا يوم أمس من قبل رئيس الوزراء اجتمعت اليوم اللجنة الفنية السلاسية الحوار الاجتماعي وإحلال السلام المستدام بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمناقشة أهم المواضيع التي كلفت بها حيث حضر الاجتماع خمسة من أعضاء الحكومة وتجمع ممثل النقابات العمالي عبدالله هارون برما والتقارير بعد 24 ساعة من تنصيب أعضاء اللجنة الفنية السلاسية للدراسة والتفكير للهوار الاجتماعي جاء هذا الاجتمال أول من نوعه لمناقشة المواضيع والبرامج الفاعلة والضرورية للهوار الاجتماعي وتحدث هذه الجلسة إلى التشاور وتبادل المعلومات الحية من عجل تأسيس دور التفاوض نحن نتحدث في الكميته الرئيس الوزراء ونحن نقول لنا ما ندره بطان وقت وده بس اليوم جينا لمن هنا ولمن هنا كل الآداء هناللجنة ده لن نظم كانت دور تسو خدمة جيد لازم لكم النزام وجينا هنا اتفقنا في الكالندري هنالترافاي الفريقانس هنالرينيون كيف يبقى وبميشل ده اننا خلاص وافقنا اما ممثل النقابات الامالية اكد ان الهوار من اهم ادوات التفاهم وتقار واجحات النظر بين الاطراف الثلاثة اليوم مباشرة اللجنة بدأت في عمله بالنسبة لقائنا اليوم قلنا نشوفه كيفية العمل بالنسبة في اللجنة وبالنسبة في كيفية العمل يتوقف على عدد الاجتماعات المواضيع التي تناخش بالنسبة في اللجنة وبالنسبة لعدد الاجتماعات وقفنا مرتين في الاسبوع عندنا اجتماعين في الاسبوع ده بالنسبة الاجتماعات العادية للجنة وفي اجتماعات غير عادية ايضا ممكن تكون اذا شفنا في ضرورة على الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية للهوار الاجتماعي وصف الاجتماع بالنشد والفاعل في عملية التنمية الوطنية ناخشنا في كيف نشتغل وكيف نجيب حل للمشاكل حسا حكومة قاعدت بوعدي بينسبة لدخول الجروش وبينسبة لتكفى على السلير وشيء الآخر بخصة الحكومة وبخصة الشعب وكيف بلدنا تكون في حالة كويسة يذكر ان اللجنة الفنية التي شكلت تضم مسئلة النقابات الامالية وبعض عضاء الحكومة منها وزارة التعليم العالي والبحث لعلم والابتكار ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ووزارة الوظيفة العامة والعمل والهوار الاجتماعي ووزارة العلام والناطق الرسمي باسم الحكومة